موسيقى موسيقى السلام عليكم حلقتنا اليوم حلوة كتير طبعا برنامج بفضله الجميع و حلو كتير وميزته حلوة كتير طبعا البرنامج اليوم للاندرويد بس الان البرنامج بحتاج روت واللي اسمه البرنامج واي فاي كل برنامج بفصل الانترنت عن اجهزة معينة يعني انا بالبيع بدي افصل عن اخواتي او عن حدا معين بالبيع عن طريق هذا البرنامج بفصل الى الجهاز المعين بكون الرابطر شغال الكل بيستخدم عادي الا هذا الجهاز المعين بكون مفصل عنه طريقة كتير حلوة وسهلة وبا ما متابه هنارجيكون كيف رح نفصل الانترنت عن جهاز تاني زي ما شايفين هذا البرنامج الكل واي فاي كل هنطلع منه هنفوت عليه هذا البرنامج الواي فاي كل طبعا موجود على الاندرويد هحط لكم الرابط اسفل الفيديو زي ما شايفين البرنامج مهتمد على الاي بيات مشان تخفي توقف الانترنت عن الاشخاص من هون فينا نطفي من هون فينا نحدد الكل ونقف من الانترنت طبعا ازا كنتم مكان عام من هون اسرع لانه رح تلاقي كتير اي بيات طبعا كيف ازا بدي احدد شخص معين اوقف له الانترنت كيف داعرف الانترنت زي ما شايفين طبعا رح نشوف هون كيف الانترنت زي ما شايفين الانترنت عاد طبيعي هننجي للساتنج عن الواي فاي وعلى اشارة التعجب هاي هنشوف الانترنت زي ما شايفين 192.168.0.102 هنيجي هون للبرنامج 192.168.0.102 زي ما كان الانترنت هون منوقفه طيب كيف ننالث الانترنت عن الانترنت او الضبط على الواي فاي و منكبس على الشبكة المنتصلي فيها رح يعطينا معلومة عنوان الاي بي اخر شي بكتوب 192.168.0.104 هننرجع الى هنروح على البرنامج ونفصل الانترنت عن الايفون زي ما شايفين 102 وهون موجود 102 هنعلم اشارة صح ونستنى شوي هنفتح التليجرام ونشوف اذا رح تيجينا الرساء الولاء هو بده شوي مشان يفصل الانترنت زي ما شايفين ما في اي اتصال هنروح على الواتس اوب زي ما شايفين موجود ما في اي اتصال ما عن يجي الاتصال هنروح على مرنامج سومة ويتنج فور نتور كونكتينج كونكتينج كمان ما في اي شي هاي طريقة البرنامج وتوقيفه عن الاجهزة المعينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر